الموظف الجديد مقساة كل واحد بيدخل لشغل جديد وتنهر معاه الأحلام والتوقعات بتاعة البدلة والكروات وفجأة طلب منه حاجات بالنسبة له كماليات شغلة مش في الجوب ديسكريبشن يعني صور ورق مدير تاني غير مدير ويطلب منه حاجات وتنهر أحلام الموظف الجديد هو ده الشغل عايز أطمنك أنه ده العادي أنت تمام وكل الموظفين الجداد تمام تصدمتني في حاجات الموظف الجديد وأي حد بيبتدي شغل جديد بحتاج أنه هو يخلي باله منها واحدة منها هو توقعات هو الشخصية أنا ببرايح متوقع إيه والتوقعات بتاعتي بتبقات دي كده بيجي لي أحباط جامد قوي لازم في الأول خالص بتعامل كأني سفنجة بمتص اللي بيحصل بتعلم منه بأوبزورف بمونتر بشوف هي الأجواء اللي حوالي شكلها عامل إزاي ساعات كتير قوي ممكن أبقى بيتطلب مني حاجات شكلها غريب وحاجات تباني أن هي أصغر بكتير قوي من مستوى تعليمي ومستوى الحاجات اللي أنا جاي المفروض أن أنا أعملها بس خلي بيعلك من حاجة أنه المديرين والناس اللي بتشتغل لما بيشوفوا موظف الجديد بيبقى دايما بيطلبوا منه أشغال كتيرة دايما عايزين يجربوه في حاجات كتيرة ساعات بيبقوا عايزين يرياحوا نفسهم هو شخصيا المفروض يعمل إيه المفروض أنه يبقى عنده من الـ أو التكايف أنه هو يقدر يستجيب للحاجات اللي بتتغير حواليه كل ما كان أسرع في أنه هو يستجيب وكل ما كان أحسن في الرد الفعلي بتاعه كل ما هيعدي المرحلة الأولانية دي بسرعة احنا بنقول على الحاجة دي اسمها كل ما قدرتك على أن انت تتعلم حاجة جديدة بأنك تلغي حاجة قديمة بتاعها كل ما انت هتبقى أحسن في الشغل بتاعك جزء كبير قوي هو أن انت لازم تخلي بالك من لدود أفعالك واحدة من الكلمات اللي أنا فاكر كويس قوي أنها بتقفل أي مدير من الموظف الجديد إيه لا دي مش في الجوب ديسكريبشن بتاعي لما أنت مش فاهم لسه الجوب ديسكريبشن بتاعك كله لو أنا طلبت منك حاجة أنا ممكن أبقى عايز أعلمك منها ما تديش رد فعل مختلف الحاجة الثانية هو أن انت لازم طول الوقت تبقى بتحاول تدور على الحاجات اللي ممكن تتعلم من خلالها في التسكات اللي تباني صغيرة دي عشان تقدر تبني جوه المكان اللي انت بتشتغل فيه قاعدة من العلاقات وقاعدة من الفهم والإدراك لكل حاجة حوليك اعتبرها فرصة لما مدير جديد يطلب منك حاجة أو مدير غير مديرك يطلب منك حاجة اتعرف عن مدير دا هتستفيد أكتر صدقني فكر فيها بالطريقة دي بس في مخاوف من الاستغلال لازم يبقى في مخاوف من الاستغلال لكن في نفس الوقت أنا داخل المكان دا ليه عشان أتعلم وعشان أشتغل وعشان أجرب وعشان أنجح وعشان أفشل فما تقلقش من الحتة دي الحتة اللي انت لازم تركز عليها لو أنا داخل كشخص أنا بحب الروتين جدا بحب أشتغل بتريها منظمة جدا ما حبش أن حد يبوز لي شغلي أحب أضمن لك أن دا هيحصل وانت لازم تتعامل مع دا لازم تحاول تدور على الطريقة اللي انت تقدر تتكيف بها مع التغيرات اللي بتحصل حواليك دي بيسموها أو المرونة بتاعتك مهم أن انت تشتغل عليها تبقى بتأدابت تبقى فلاكسبل لأن انت رستك جديد تستغل لها فرصة أنك تتعلم وتكبر واللي أهم من الشغل تصبيت الشغل